عندها جنة المأوى إذ يخشى السنوات ما يخشى ما زاغ البصر وما كغى أقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلق إذا كسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزر الله بها من سلطان إن يتبعون إلا هو النومات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاه ويرضى أبد الحميد سيوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبَلِ عِنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِّيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ يَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَتْوِعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمُّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِلَهُمْ دُعَاءٍ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا أَدْعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوا وَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ في آذانهم واستغشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمِيمٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُشْلَتْ آيَاتُهُ كُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ أَشِيعٌ وَنَذِيرٌ فَأَعُوذُ أَكْثَرٌ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَجِنَّةٍ مِمَّا تَدَعُونَا إِلَيْهِ وَبِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ مُواعِدَ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَالَّذِينَ لَا يُؤْطُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ لَهُمْ أَجَرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ قُلْ أَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَقَ فِيهَا وَبَارَقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّامُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَعَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنَّرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاءَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِذَا الْكُرْبَى حَقَّبُوا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْتَ بِذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا بسمي عبدالله أحمد سناد أحذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمن يتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَخْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُعِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَأْمَا عِيمَيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إِنَّ أَقْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ سُلْطَان محمود وَدْرَوْهُمْ في حلقة عبد الله بن مسعوب لشيخ عبد الحميد سانا أريد أن أقرأ لكم ماذا يسر لي من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُونَ لِيُوفِّيَهُمْ أُدُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَطْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتِ عَدَنِي يَدْخُلُونَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِيذَابٍ وَلُّؤًا وَلِبَاسُهُمْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَمِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَقٌّ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصْرٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُوبٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواقها وأوبارها وأشعالها أتاتا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الكبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب وصرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المدين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع القيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمت له من العذاب متا ونرث ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليقونوا لهم قزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم بالدار ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتففرن منه وتنشق الأرض وتقر القبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبخي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وقلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما اللدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتقوا بنفس ما قدمت لغدك يا أيها الذين آمنوا Oh my God صفوا الله CPU وانتقوا بنفس ما قدمت لغدك واتبوا الله والله سيجعل لغدك واتبوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين أسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين أسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الماء وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب الماء وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرعيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن ما يشربون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى نسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجعا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار أصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدل السنين والحساب وكل شيء فصلناه تصليلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كباب نسك اليوم عليك حسيبا من اهترى فإنما يهتزي لنسه ومن ضلق إنما يذل عليها ولا تذل وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا مصيرا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فشدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بحث شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية بهدية فناظرة بما يركع المرسلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ودا وكم أهلقنا قبلهم من قرن هل تهس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا شرق الله العظيم ويوم إذ لا يعذب عذابه أحد ويوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثب وثاقه أحد يا أيتها النفس المقمئنة يا أيتها النفس المقمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي كل حال بما امتن علينا من النعم التي لا تخصى ولا تعد فإن نحن في دار الفرقان دار الفرقان هي دار لحفظ القرآن وكذلك لتعليم المدرسة العربية والمدرسة الفرنسية فنحن بإذن الله تعالى الأمر يكون يسيرا لنا وإلا هذا الأمل ليس أمل سهل ولكن بإذن الله وبعونه قد يكون سهلا علينا فنحن نقوم قدر الإمكانية بطاقة الله ومنه علينا على أن هذا النظام بإذن الله تعالى سينتك نتائجا طيبة ونافئا للأمة وخاصة أهل البركنا بإذن الله تعالى فنحن نعاني دائما هنا من ناهية التربية حيث إن الطلاب أطفال فجلهم أطفال فالطفل قد يفعل شيئا يظن أن ذلك ينفعه فإذا هو يضره في المستقبل وبإذن الله وبعونه إن شاء الله تعالى نحن سنقوم بتربيتهم كما ينبغي بإذن الله فلذا عينا أناسا أو أساتزا من الأساتزة جعلناهم لجنا للتعديل فإذا لاحظنا من بعض الطلاب أخلاكا سيئة نحن نرسلهم إليهم ليؤدبوهم وليعلموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فعلى كل حال نحمد الله وشكرا لكم جزاكم الله خيرا